اتق الله حيثما كنت في مكة وغيرها في المسجد وغيره في الخلوة وفي الملأ رآك الخلق أو لم يراك الخلق اتق الله معناه أدّي الواجبات واجتنب المحرمات أدّي الواجبات كلها واجتنب المحرمات كلها ولا تخالف اتق الله يعني اتق مخالفة أوامر الله تبارك وتعالى بقلبك لا تخالف وببدنك لا تخالف وهذا أي تقوى الله هو الطريق الذي لا يصل الواصلون إلى مرضات الله تبارك وتعالى بدونه وإذا سلكه الإنسان نال عند الله المرتبة العالية كما دل على ذلك قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنوا وكانوا يتقون هذا هو الطريق الذي لا يصل الواصل إلى رضا الله عز وجل بدونه وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وهو يدل على ما قلناه شكرا اشتركوا في القناة